أهلا أحبائنا المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور هذه الحلقة رح نتكلم عن موضوع كتير مهم المسيح صورة الله كيف نوضح فكرة صورة الله ما معنى صورة الله هل بالمفهوم المتعاهد عليه بالفكر البشري ولا الكتاب بقدم صورة أجمل بل أعمق بل أعظم في موضوع شخص يسوع المسيح أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة رح يكون القائده على عدة موضوعات اللي بتوضح هذه الفكرة والنتيجة رح نشوف تفوق يسوع وسمو ورفعة المسيح على كل شيء وصلاتي فعلا بقوة روح الله القدوس أنه يفتح أذهاننا وقلوبنا أيضا حتى نفهم كلمة الله هيك رب يعطينا البصيرة الروحية ندرك عمق وفهم هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد قليل اشتركوا في القناة أهلا حبائنا المشاهدين في هذه الحلقة رح نتكلم عن موضوع مهم ما معنى المسيح صورة الله وضيف هذه الحلقة أخ عزيز ومحبوب لكم للجميع أيضا الدكتور سامح عزيز أهلا وسهلا أخوي المحبوب أخ سامح أهلا بك أسيس نزار وشكرا للدعوة شرف لي حبيبي شرف لينا ربنا يباركك ويبارك خدمتك شكرا خليني أقرأ آية وبعدين نبتدي في الشرح أمين في رسالة بولوس الرسول إلى أهل كولوسي في العهد الجديد إصحاح الأول والآية خمسة عشر الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة هذه الآية بتثير أحيانا بعض الشكوك لغير المسيحيين وللمسيحيين طبعا كثير منهم بسوء فهم كلمة الصورة طبعا منشبهها للعهد القديم في العهد الجديد ولكنهم بيتكلم بتهيأل بشكل أوضح كل الموضوع هو يسوع نعم نعم عشان كده الرسول بولوس هو بيتكلم لأهل كولوسي كان بيتكلم عن المسيح باعتباره صورة الله غير المنظور أي هو الصورة لطبق الأصل من الله أي هو لازي تظهر فيه كل معالم الألوهية مية في المية وليس درجة واحدة أقل لأنه في الكتاب في معاني لكلمة صورة مثلا لا تصنع لك تمثال أو صورة صورة فأول ما بتيجي فكرة الصورة بتيجي على الشيء إحنا بنعمله نعم نعم وبالتالي تخيلهم عن كلمة صورة الله أنه هو مخلوق ولث يمن ممكن أقرأ في تكوين واحد أنه الله قال تكوين واحد نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا كشبهنا فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكر أنه وأنس ذكر أنه وأنس خلقهم فهو بيقول ما آدم صورة الله وآدم مخلوق نعم والمسيح صورة الله نعم يبقى إذا المسيح مخلوق مع أن الكتاب ما يقصدش كده في نفس سياق الحديث يعني إذا كملنا الآيات هو في مشكلة مرات كتير الناس بتكملش سياق الحديث يعني بتاخد آية out of context يعني نعم بتخرج عن سياق الحديث عشان يهاجم في شيء معين ليخفي حقيقة معينة عنده مثلا هذا اللي بشوفه دايما ودول أردياء وخدام الشيطان ليضلوا الناس عن المسيح وطول ما الناس في ضلال عن المسيح أكيد ستهلك وده اللي بنشوفه وده اللي بنشوفه وكل الناس اللي بيأتوا للمسيح احنا بنشوفه تغير مهول في حياتهم برهان حقيقي على عمل المسيح في حياتهم فعشان كده طبعا بولس في الرسالة إلى كلوسي كان لاحظ بولس هو في السجن أن بدأت الكنيسة في كلوسي تتأثر بالفلسفة الغنوسية وهي تعليم شيطاني مضل خلط فيه مزيج من الحقائق على الكذب ولما تخلط كذب على حقائق وتقدمها في صورة حلوة الناس صورة فلسفية حلوة الصورة فلسفية حلوة الناس تعتقد أنه دي الحقيقة ويقبلوها ويتبعوها ويتبنوها وهم يتبنوا كذب في داخل حقاقة وهم مش دارين ويهلكوا طيب يعني عشان نفهم اللي أنت بتحكيه كتير مرات احنا بنسمع هذا التعبير يعني بدعة الغنوسية أو الغنوسية نعم حكي لنا شوي عن يعني عن فكرة الغنوسية عشان نعرف يعني لما منعالج أمر يعني شو الـ background ايه الخلفية في الموضوع رقم واحد معنى اسمه معنى اسمهم بيقولوا احنا العارفون ده معنى اسمه غنوسي يعني العارف بالزبط تمام وبمجرد ما فيه ناس ينصبوا نفسهم انهم العارفون بيدعوا قيادة بقية الناس وغالبية الناس اللي مش عايزين يبحثوا ينصقوا وراههم فيعني لو لو انا اسيس روح تواصل الناس وفهموا الناس عني وده اللي بيحصل معنا مثلا حتى كخدام الرجل ده بتاع ربنا يبقى نعمل ايه نمشي وراه ويمشي وراكه هو مغمض ودي كارثة وهو مش داري وهو مش داري فالناس دول عملوا كده قالوا احنا العارفون وبدأوا ينشروا تعليم الله موجود نعم والله الى حقيقي نعم والله روح نعم في طبيعته كيان في طبيعته كيان روحي وليس كيان مادي صح بس بدأوا ينشروا تعليم اخر ان المادة شر ان اي شيء ملموس شر وبالتالي لان الله روح والله خير والمادة شر فكيف تم خلق العالم فهم يجيبهم هم اللي عارفون بقى هم اللي هيجاوبوا واللي مش عارفين هذا فيه سر اشي غامض يعني انت معلش هذا احنا اللي فهمينه انت لسه اقل نعم واحنا اللي فهمين واحنا اللي هنقولك وانت تطيع اللي هو اعمى يقود اعمى ما زال حتى يومنا هذا حد النهار ده القادة لذين يحرصوا على جهل التبعين لهم خطر طبعا واعمى يقود اعمى كلاهما يقعان في حفرة نعم عميان قادة عميان قال ربنا يسوع لهم لكل من ورب يسوع دايما كان يسأل الناس عشان خاطر الناس تفكر وتعرف وده الجميل في الرب يسوع فلانه المعرفة نور والجهل ظلمة حالكة لان الناس اللي في الظلمة الناس الجهلة شايفين يروحوا فين فالعارفون يستغلوا جهل الناس ربنا يسوع والخدام الحقيقين عمرهما يعملوا كده بيعرفوا الناس بيعلموا الناس قالوا ان المادة شر طب والله عايز يخلق يخلق ازاي رح الله خلق كائنات ملائكية اقل منه اقل منه والاقل منه درجة ده بقيه اقل من الله في القداسة درجة لكنه قريب جدا من الله ويعرف الله بس معرفة اقل بعد كده رح الملائكة دول خرج منهم اقل واقل البعض يسميها بسقات البعض يسميها ايونات البعض يسميها وسطاء 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 الى في قاع السلسلة ظهر احد هؤلاء الوسطاء وكان شرير فهو بعيد جدا عن الله ولا يعرف الله ويجهل الله بالعكس هو في عداوة مع الله للدرجة ان هو الخلق كل هذا العالم المادي فده اول تعليم غنوسي وده مضاد للكتاب لانه عمر ما كانت المشكلة في المادة المشكلة في الخطية يعني عمر ما كان جسدي ده هو المشكلة حتى الكتاب مؤدس يعلمنا انه ليس احد يبغد جسده بل يقوت ويربيه المشكلة مش في ده المشكلة في الخطية السكنة في هذا الجسد اللي محتاجة معونة روحية للنصر عليها ده اول تعليم غنوسي وبالتالي النتائج ان الله الحقيقي مش هو خلق هذا العالم لكن الخلق هذا العالم وسيط شرير وبالتالي العالم ده العالم المادي ده في معادة الله والمشكلة عمر ما كانت في العالم المادي تمام وبالتالي هذا الوسيط هو مجرد هذا الخلق هو مجرد انبساق واحد من الوسطاء يمكن له مكانة ضخمة لانه هو الخلق تمام لكنه اقل من الله وده ايضا ضد التعليم المسيحي لان احنا كلنا اللي عارفين اللي خلق هو الكلمة المسيح ابن الله الحي وفيه حل كل ملء الهود زي ما هنتحدث نعم لاحقا وبما ان المادة شر فبالتالي التعليم ده بيهدم الايمان المسيحي ليه الايمان المسيحي كله بيعتمد على تجسد المسيح نعم الله الظهر في الجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا فبدأوا يعلموا الغنسيون ان التجسد مش حقيقي لا ده المسيح عبارة عن ظاهرة روحية في صورة بشرية مجرد خيال شكلي ثري دي يعني ابعاد سلسية لكنه مش حقيقي زي ما بحاول يصنع اليوم بالتلفونات الجديدة بتشوف الشخص امامك لكنه مش حقيقي نعم نعم متأيلي بيسموه هولوجرام صح هولوجرام دلوقتي بيجيبوا مغنين بالهولوجرام على المسح المرة بشوفهم بيجيبوا مكلسوم انا زهلت لما لانه من سنين احنا بنقرأ عن الهولوجرام وفجأت انه خلاص تم تحقيقه فهما بيظنوا ان المسيح كده شخصية خيال مش جسم حقيقي للدرجة قالوا انه هو ماشي على الارض لا يترك اثر اقدام اقدامش حقيقي وبالتالي ده مضاد لموت المسيح الكفاري طبعا وفي نفس الوقت بما ان ان الانسان في جسد مادي ومحتاج يصل الى الله الروح الخير فهو لابد ان يكتاز في طريق طويل جدا للوصول الله وهذا الطريق مليء بالعقبات التي تحتاج مزيد من الوسطاء عشان خاطر كل وسيط يقربوا درجة من الله وطبعا احنا عارفين مين الوسطاء دول اللي هم الغنسيون اللي هم العارفون وده سعي للسيطرة على الناس هذا سر صعب نعرفه الا من خلال هؤلاء الناس بالزبط بالزبط ورحوا العارفون دول وصلوا وصلوا الناس الى فهم حاجتين انه الخلاص من الشر اللي هو من الجسد المادي ده عن طريق حاجتين لأما الخلاص مجرد معرفة عقلية فقط مجرد معلومات ودي كارثة ليه؟ معلومات عقلية مجرد معلومات عقلية مش اختبار قلبي مش اختبار قلبي وبالتالي مفيش تغير حقيقي بدأوا يقنوا عن الناس ان ده مجرد معرفة عقلية انك فقط تدرك مفيش تغير طبعا انا لو ادركت بدون تغير سأظل في شروري زي منا فين الخلاص من خطيتي فين الخلاص من الكذب ومن الدعارة ومن السحر ومن السرقة ومن 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 ده رقم واحد فهو وبالتالي مفيش غفران ومفيش فداء تحرير النفس من العبودية مفيش لا ده هو مجرد معرفة وانا بجد ناس كتير قوي يوصلوا لهذه المرحلة حتى في وسط الكنيس انه عارف رقم اتنين الخلاص يعتمد لانه يعتمد على المعرفة فرحوا قسموا الناس الى قسمين قسم روحي وقسم أرضي الروحيون والأرضيون الروحيون متاح لهم الخلاص والأرضيون غير متاح لهم الخلاص وطبعا اكيد قسموهم بحسب الاستجابة يعني الاستجاب ليهم يبقى هما دول الروحيون والما استجابش هما دول الارضيون وده طبعا عكس الكلام اللي قاله بولس اللي هو معلمون كل انسان وننذر كل انسان لكي نحضر كل انسان كل انسان مش البعض لانها كذا احبى الله العالم وبالتالي وصلوا الى لما تنشرها لما الفلسفة الغنوسية تنتشر في وسط الكنيسة كده واضح ان كلمة الله غير كافي للخلاص واضح ان المسيح غير كافي للخلاص انت هدمت الامان المسيح كله ايه فكل من ينادي بعدم كفاية المسيح للخلاص وعدم كفاية الكلمة للخلاص ده تعليم غنوسي اختفى اختفت الغنوسية كاسم غنوسية وظهرت فيه ثوب جديد يتقمص فيه اثواب كثيرة بالزبط والمضل عنده استعداد هو وخدامه يأتون في شبه ملك نور نعم ويبدون شكلا قدام الناس ان هم رائعين وخايفين على الناس وهم بيضلوا الناس عشان خطر السيطرة على الناس والاستفادة سواء ماديا او استفادة من سلطة او استفادة من مادة او استفادة من امور كتيرة لكن المهم يجروا الناس وراءهم جرا ويفهموا الناس انت ما تعرفش احنا نعرف ودي امور سرية زي ما حضرتك تفضلت لا واللي لفت انتباهي انك ذكرت عدم كفاية المسيح وهاي الحرب الشعواء اللي خضتها الكنيسة من قديم الايام حتى يومنا هذا انه كل الهجوم هو على كفاية المسيح نعم الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه past hour ماضي المطلق خلاص نعم هو الاعلان الكامل هو الاعلان النهائي هو الكفار الكاملي هو الكافي الكافي والوافي والشافي نعم ده كلام وافي فاذا لما بحاول يهدم بعدم كفاية المسيح فاذا لابد ان يأتي انبياء بعد المسيح طبعا وبرسائل بعد المسيح ومع احترامي للكل يعني فانت بترجع بتنزل يعني كأنك عاوز تنزل المسيحية الى درجة الجسد او المادية يعني مسيح بدون يعني المسيح نعم وكان كل الحرب هو اقناع انه لا المسيح اتخذ جسد واحنا شفنا الذي رأينا لمسنا شاهدنا عينا يعني بأكد وانه اخد وشفنا مجده هذا شخص يعني متجسد نعم المجد اللي كان في العهد القليم عم نشوفه من خلال شخص وانه فعلا مات على الصليب فعلا ماتوا اكيد وانه فعلا دفن وانه فعلا قام والدليل انه ظهر للتلاميذ الى اخري بالجسد قيامته بالجسد ومع كل هذا بحاولوا انه يعني ينس في الامان المسيحي بالتقليل عن اهمية الكفاية لن يكف الشيطان على محاربة هذا الامان الى ان يطرح هو واتبعه في بحيرة النار لن يكف فاذا الموضوع خطير جدا ونحن لن نكف على المنادى بألوهية المسيح وتجسده لأجل خلاصنا وموته الكفاري اللي محها كل خطيانا وكفاية موته على الصليب وقيامته كبرهان لكمال الكفارة وبرهان الألوهية ووجوده الان في المجد في يمين العظمة واستمرارية عمله الى الان وبنرى عمله في ملايين النفوس التي تتغير بسبب الإيمان فأيذن الغنصية هي بدعة خطيرة جدا لأنه بتحلل الكذب نعم وبتقلل من أهمية يسوع المسيح نعم وبتنشر الضلال نعم وفي نفس الوقت تبيح كل الإباحيات صحا الجنس والقتل والعنف وكل ما علموا المسيح يعني بحاول يكون أنتاي كرايست ضد المسيح فأي معلومات أخرى ولأنهم بيقولوا إن المادة شر والجسد شر فما فيش مانع أنك تهلكه في الزنا وفي الحروب وفي القتل العنف ولو مدت مقتول ده حلو ده هتروح الأبدية السعيدة لأنه بينظر إلى الجسد بينظر إلى المادة باعتبارها شر ده تعليم شيطاني غنوسي هذا الجسد خلق الله الله الحي الحقيق الكدوس يعني أنا بفكر في الآية التي تقول فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله يعني مخصصة لأله هذا الجسد كمان مخصص مكرس للرب طب إيه اللي عاوزت يعني إحنا حديثنا عن المسيح صورة الله غير المنظور وذكرنا بدعة الغنوسية التي تحارب صورة الله فإذن هوية المسيح أو التعبير عن الله أو المعلن والمعلن ذات الإلهية نعم فإيه اللي عاوزت توصلني يعني الغنوسية بتحاول تمنع أو تعلم خطأ فشو اللي عاوزت توصلني يا أخ سامح اللي عايز لنقشه المرة دي اللي قاله الرسول بولس فيه رسالة كلوسي على صح الأول عن تفوق المسيح وسموه وعظمته فوق الكل لتلات أسباب بسبب علاقته مع الله هو صورة الله غير المنظور نعم بسبب علاقته بالخليقة هو بكر كل خليقة رقم ثلاثة بسبب علاقته مع الكنيسة هو رأس الكنيسة رأس الجسد طيب محتاجين شرح معناته خلينا نرجع للنقطة الأولى يعني صورة الله بعلاقته مع الله نعم الكلمة التي استخدمها الرسول بولس بالوحي المقدس بكترور القدس هنا صورة الله غير المنظور أن الله الغير المنظور له صورة طبق الأصل تعبر عن الله وهو المسيح الذي هو أي المسيح أي يسوع المسيح صورة الله غير المنظور أي هو صورة طبق الأصل لله ذاته وبالتالي الله الغير منظور أصبح منظورا من خلال المسيح في المسيح فالمسيح هو الله المنظور لأنه يعني قال يسوع من رأاني فقد رأى الآب يعني هنا مش مجرد أنا شفتك شفت يعني صورة الوارد لأنك أنت بتشبه أبوك نعم لكن هون الكلمة بتعني أكتر الكيان بتحكي عن الجوهر نعم يعني الكيان مساوي أو معادل لله للدرجة في اللغة اليونانية فيه كلمتين مقتربين لبعض بنفس المعنى كلمة آيكون معناها صورة طبق الأصل وفيه كلمة أخرى بمعناها مجرة تشبه يعني مثلا لما أشوف بيضة وبيضة البيضتين مالهم متشبهين جدا لكنهم مش صورة طبق الأصل لكن مرضيش استخدم في اللغة اليونانية الكلمة دي لكن استخدم كلمة تعني صورة طبق الأصل في مصر يا أسيس في كل البلاد الأوراق مهمة جدا للوثائق الرسمية فدائما الوثيقة الأصلية لشهادة الميلاد بتكون قديمة أنا عمري 55 سنة شهادة الميلاد دي لها 55 سنة موجودة فهي ورقة ضعيفة جدا حاليا ورقة صفراء يعني الرابط تتهيري من السنين فحنا بنعمل إيه عشان خاطر لا نفقدها بنروح للمصالح الحكومية ونستخرج صورة طبق الأصل نعم الصورة طبق الأصل معتمدة تماما 100% زي شهادة الميلاد الأصلية صورة طبق الأصل فهي الآيكون اللي تبتحكيها دي معنى كلمة آيكون فلما يقول عن المسيح أنه هو صورة الله غير المنظور أي هو صورة طبق الأصل معنى كده أنه كل الألوهية ظاهرة فيه لأنه أنا ليش بسأل لأنه كمان حتى في الكنائس الأرثودوكسية بيستخدموا كلمة الإيقونيات أو الإيقونيات يعني هي الصور مثلا مريم يوسف أو التلاميذ أو حتى يقربوا الصورة ولكن المعنى اللي فاهمه أنا أنه أكثر من هيك يعني هي صورة طبق الأصل بالضبط صورة طبق الأصل للدرجة الكلمة كلمة آيكون اللي هو استخدمها في اليوناني هنا متخدم من كلمة أخرى بتتكلم على عند النسخ وثيقة رسمية بينسخها بيعمل منها نسخة أخرى بييجي في النسخة ويضع كل السمات الوثيقة الأصلية لكي يضمن عدم التحايل فاللي هشوف النسخة ها اللي هشوف النسخة الثانية يبقى بالضبط شاف النسخة الأولى في نفس القصة الله الغير المنظور الله لم يره أحد لم يره أحد قط المسيح هو صورة الله غير المنظور فهو الذي تجد فيه كل ملامح الألوهية ملامح حياة الله ملامح طبيعة الله الأدبية ملامح الإمكانيات الألوهية بالكامل مية في المية لا ينقصها شيء واحد وده عكس التعليم الغنوسي لأن التعليم الغنوسية بتغضى عن مسيح أقل فإذن يعني هذا بعلمنا أنه الكل اللي الله كان يعمله المسيح كان يعمله نعم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل وأنا أعمل الأب يقيم الأموات وإحي كذلك الإبن أيضا يحي من يشاء لكي يكرم الجميع الأب كما يكرمون الأب أنتم تؤمنين بالله فآمنوا به لو هو أقل من الله لا يجرؤ أن يقول أمينوا به يا ما فيش حد من الرسل الأمينوا به لا وخلي بالك خلفية يهودية واليهود معرفين عنهم في المحافظة على وحدانية الله طبعا طبعا ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته العمل الذي أعطيتني قد أكملته والآن مجدنا أيها الأب عند ذاتك وفي اليوناني مع ذاتك أو عند أو مع يتمجد مع الأب عند الأب بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم كان موجود يقول كنت عند الأب وأتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الأب نعم صورة الله غير المنظور صورة طبق الأصل طيب أنت ذكرت بعلاقته مع الله والشيء الثاني بعلاقته مع الخليقة الخليقة نعم في علاقته مع الخليقة هو بكر كل خليقة كلوسي واحد نعم نفس الآية التي تفضلت حضرتك وآيتها 15 الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة وكلمة بكر بيستغلوها بعض برضو الناس الأردياء اللي بيضلوا يقول البكري والمخلوق أولا مع أنه طبعا هم بيستغلوا جهل الناس طبعا لأن الآية اللي بعدها فإنه فيه خلق يعني الكل فيه خلق الكل به خلق الكل له خلق الكل فيه يقوم الكل نعم بيلكروا هاي الآيات عشان يوصلوا لكن برضو فيه إلها شرح نعم وهذا اللي عاوزين نصله حضر كلمة البكرة لما بتيجي في الكتاب قد تعني المولود أولا لكن السياق الكتابي كله لما بيحكي عن البكر بيحكي عن من له السيادة والتفوق فلما يقول المسيح بكر كل الخليقة أي من له السيادة والتفوق على كل الخليقة ويذكر الأربع أسباب اللي احنا قلناهم فهو البكر أي له السيادة لأنه فيه خلق به خلق له خلق فيه يقوم الكل أربع نقاط كلمة البكر استخدمها الكتاب في سفر الخروج أصحاح أربع عدد موسى يقول فرعون الله بيقول لك إسرائيل ابن البكر طب يعني إبن البكر يعني الله خلق إسرائيل أولا لا إسرائيل ده 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 الأمة التي أسست أيام ابناء عقوب فلو كان معنى كلمة البكر بمعنى المخلوق أولا كان يبقى إسرائيل هنا هو آدم كان هو المخلوق أولا نعم ده رقم واحد تمام فإسرائيل ابن البكر أي إسرائيل هو الأمة التي لها السيادة التي لها السيادة ده المعنى أو في مظمور 89 ليجي تكلم عن سليمان أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض ده بيجي تكلم عن سليمان طبعا في إشارة للمسيح أيها طبعا تفضل حضرتك لا التسلط يعني بيتكلم عن السلطان والسيادة أي له السيادة والتفوق أعلى من ملوك الأرض وفعلا سليمان كان مذهل في هذا الأمر مفيش أنا أعتقد أكيد في كل التاريخ مفيش ملك له عظمة سليمان نعم مفيش ملك له هذا الغنى والعظمة التي له سليمان فهو صار صاحب المكان الأولى في وسط ملوك الأرض والرب يسوع قال وهو أعظم من سليمان ها هنا نعم نعم ليه كل المجد ليه كل المجد وبالتالي كلمة البكر معناها من له السيادة من له السيادة والأولوية والتسلط فعشان كده يتقال عن المسيح أنه بكر كل الخليق أي له السيادة على كل الخلائق وهنقول الأسباب أو يقول عنه بكرا بين إخوة كثيرين يعني الله أحبنا وأحب كل المشاهدين عزيز المشاهد الله يحبك ويرود رجوعك وتوبتك وخلاص نفسك ليه وعيننا للتبني ليكون هو أي المسيح بكرا بين إخوة كثيرين وهو اللي قال أخبر باسمك بين إخوتي إخوتي يعني خلاص صاري يسمينا أحباء وإخوة نعم لأنه هو الابن الوحيد الحبيب الأزلي بنوع روحية إحنا أبناء بالتبني نعم فصار هو له السيادة بيننا له المكانة بيننا رقم ثلاثة بكر من الأموات نعم من بين كل الذين مقامين من الأموات هو قام له السيادة لأنه هو الوحيد اللي أقام نفسه نعم بقية الأموات لابد أن الله يقيمهم لا وماتوا ويمكن بمعز قاموا بس رجعوا ماتوا نعم وكلهم رجعوا ماتوا وهو لما مات لا يستطيع الموت أن يخطفوا مسلمة يخطفنا هو قال كده ليسلطان أن أضعها وليسلطان أن أخذها نعم فعشان كده هو بكر بكر كل خليقة اللي بيركز عليها في كلوسي لهدم الغنوسية رقم واحد فإنه فيه خلق الكل نعم فيه خلق الكل في آية 16 في كولوس الصحاح الأول نعم أي أن المشروع بتاع الخليقة تكون في داخله يعني أعمل كم مجرة وكل مجرة أعملها كم كوكب وكل كوكب يكون وزنه كام وكم الجاذبية بين الكواكب وقوانين الفيزيكس المرعبة اللي ما يستطيع لو كل عالماء الأرض اجتمعوا معنا عشان يحاول يكتشفوا واحد عالمية منها ما يقدروش إلى الآن ولما أخلق الأرض المسافة بينها وبين القمر والشمس كاما عشان المد والجزر ودرجة حرط الشمس ودرجة وكمية القنابل الهيدروجينية التي تنفجر في بطن الشمس اللي كيته كاف والنباتات لما تطلع أنواحها والحشرات لما تطلع أنواحها والإنسان لما عمله وإيه دوره كل المشروع فيه خلق الكل فكيف يكون هو أقل من الله كلام شيطاني طبعا كلام شيطاني لأن من غير الله يستطيع أن يستوعب كل هذا العلم الغير محدود اللي علماءنا إلى الآن مرة واحد بيحكيني بيقول لي أسيس هل تعتقد أن العلم هتقدم كنت بحكي عن القيامة قال لي هل تعتقد العلم هتقدم للدرجة أنهم هيكتشفوا إزاي يقيموا الأكساد مرة أخرى وقلت له والعلم لحد الوقت مش فاهم إزاي كان عندي روح وإزاي روحي ملتصقة في الجسد ومش فاهم حاجة لحد الوقت من اللي عنده القدرة أن فيه خلق الكل عدد بكر كل الخليقة في عدد ستاشر في أنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض إحنا لا ندرك ما في السماوات ولا ندرك مع الأرض إلى الآن ما يرى وما لا يرى نعم يعني واحد من الشخصيات المحترمة كان بتقول كل هذه الاكتشافات بأعظم التلسكوبات الفضائية وكل ده اسمه الكون المعروف غير الكون الغير معروف ما لا يرى وكل ما نكتشف تلسكوب أعظم وصنارة أبعد لكن سيظل كون غير معروف مهول سواء كان عروش أم سيادات أم رياسات أم سلاطين أي أن كل المخلوقات سواء مخلوقات بشرية أو مخلوقات روحية هو اللي خلقها الكل به دي تاني واحد يعني يرى وما لا يرى نعم كل الأشياء بالضبط ففيه خلقة أين المشروع بالكامل اكتملت صورة المشروع الكاملة في داخله طيب إذن محتاجين مادة خام عشان يخلق المادة محتاج ملايين المليارات من الأطنان من الهيدروجين والأكسوجين والحديد والنحاس ومين به محتاج يعمل جثة الإنسان مين به محتاج يخلق روح إنسان يمين به يهوى إلهيم الرب والإله الرب يسوع فيهم الأيام متقابل مع الأعمى المولود أعمى ده ما عندوش عنين ما عندوش حتى لو عنده عنين ومولود أعمى العصب البصري والشبكية وكل مراكز الإبصار في داخل المخ مش موجود يعني يعني موجودة و نت فانكشنينج مش شغالة إزاي هو هو بتاع تكوين اتنين اللي مسك من الطين من طراب الأرض وخلق الجسد تفل في الأرض وصنع طينا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له إذا بيختسل فأتى بصيرا مين ده مين ده لازي يخلق من الطين خلق من الطين فبه الكل به قد خلق فهو فهو بكر كل خليقة فهو له السيادة والأولوية لأن فيه تكون المشروع له الأولوية والسيادة لأن به تأسس المشروع أيضا له قد خلق الكل خلق ليمجده ليمجده السموات تحدث بمجده الفلك يخبر بعمل يديه كل ما نشوف السيس كل ما نشوف أنواع الفواكه كنا نبدأ كلمة شوية أنا دايما أنظر إلى هذا التنوع المذهل أقول له أنت موزهل يا رب فيش زيك أنا كنت طبيب في محاضرات علم الأعصاب المخوى الأعصاب مش معقولة مش معقولة كنت بيكون قاعد في المحاضرة السيس كإني قاعد في اجتماع في أروع فريق تسبيح في العالم السجود والترنم في داخلي بسبب عظمة فقط النظام العصبي تفاصيل الدقيقة تفاصيل الدقيقة الكلية اللي هي في حجم قبضة اليد مليون وحد الترشيح مليون وحد الترشيح الدم هو بيعدي فيها للترشيح لفصل السموم عشان جسم يخلص منها كم الدم وهو بيعدي في الكليتين لمدة 24 ساعة عبارة عن 180 لتر والدم 6 لتر فبيعدي 30 مرة 30 مرة وصوديم يفرز ويعدم تصازه وبوتاسيوم ومغنيسيوم وألمونيوم أوه أنا يعني بعض الشيء سهمت في زمان في متابعة مرضى الفشل الكلوي لما بيجي الكليا دي يعملوا كليا بتوبة في حجم الأستوديو 3 مرات حجم عشان يعملوا كليا كافية لعمل غسيل ومش قادرة تخلص الألمونيوم من الدم في الآخر المرضى بيترصب الألمونيوم إلى أنيوني حياتهم حاجة مرعبة يعني إزاي له اتمجد المسيح في الخلق له خلق الكل أيضا ربع حاجة لأنه بكر كل الخلق فيه يقوم الكل هو اللي فيه تأسس الخلق وتكونة الصورة في داخله وهو اللي بدأ الخلق كل شيء به كان به كان وهو له قد خلق هو الهدف وفيما بينهما استمرار الخلق في تماسكها بسببه فيه يقوم الكل أي أن الكل مستمر في الوجود فقط بسببه حامل كل الأشياء بكلمة قدرته بكلمة قدرته عشان كده شيء طبيعي أن يكون هو البكر البكر هو رب الأسرة هو الحاكم الطبيعي لو رجعت في العهد القديم يعقوب هو اللي تولد نمبر تو هو الخد البكورية أي هو رب الأسرة هو الحاكم فهو نصيب اتنين ولا هو نصيب اتنين مش كده فبالتالي نفس القصة المسيح كالبكر مش مقصود بيها اللي تولد أولا والخلق أولا لكن المقصود بيها رب الأسرة فشيء طبيعي أن رب الأسرة هو لذي يحفظ الأسرة وشيء طبيعي أن بكر بكر الأسرة هو يحفظ الأسرة بكر الخليقة هو لذي يحفظ الخليقة نعم الحافظ والمهيمن لكل المجد وكمان يعني عشان اتذكر تلت رأس الجسد بكر كل خليقة كمان في علاقته مع الجسد لأنه هو رأس الجسد نعم هنا بعد ما قام من الأموات أيضا بعد ما قام من الأموات له البكورية أي له السيادة الأولى على كل الخليقة الجديدة من هم الخليقة الجديدة؟ هم الناس اللي أمنوا بي فرح الله خلقهم من جديد ورح نقلهم من العائلة القديمة اللي هي عائلة آدم اللي تحت سيادة الخطيئة والموت اللي يكونوا بدلا ما أن يكونوا من عائلة آدم أصبحوا من عائلة الله فكده العالم فيه عالتين بكورة خلائقي نعم لنكون بكورة احنا كمان بكورة من خلائقي يعني بكورة من خلائقي المخلوقين أولا لا لكن ملنا السيادة عشان كده فيه عائلة قديمة عائلة آدم يسيطر عليها الخطيئة والموت كل من هم في عائلة آدم تحت زل الخطيئة وتحت سطوة الموت رح الله نقلنا من العائلة دي لنكون في المسيح مش في آدم في آدم يموت الجميع في المسيح يحيى الجميع فعشان كده في وسط كل الذين نقلوا إلى هذه العائلة الجديدة اللي هي الكنيسة ما نصح بالسيادة؟ هو أيضا ليكون هو متقدما في كل شيء في كل شيء في وسط الخليقة المادية هو البكر في وسط الخليقة الجديدة هو البكر هو من له السيادة ويعني احنا بنشكر الرب لأنه فعلا يعني بيتكلم عن عظمته وعن سموه وعن رفعته يعني في السموات وما على الأرض وهذا اندل على شيء بدل على حضوره المتكامل عبر كل الأزمان عبر كل الأوقات هو بيتواصل هو بيتفاعل لأنه مر مر في كل هذه المراحل نعم وعشان كده بدأ الرسول يتكلم عن شخص المسيح من جهة كيانه وجوهره بدأ يقول إن ده مش انبساق أقل من الله ده مش مخلوق ده مش مولود ده مش وسيط أقل لا 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 ده فيه صر أن يحل كل الملء صر أن يحل كل الملء استخدم كلمات في منتهى العمق يحل كل الملء كل الملء كل الإمكانيات الألوهية من جهة صفات ألوهية أو من جهة أعمال أو من جهة قدرات أو من جهة طبيعة فيه واستخدم كلمة يحل أن يجد مكانه في بيته نعم يعني الألوهية في شخص المسيح المتجسد ده مش ألوهية حلت في شخص غريب مش هو الله نعم يعني إحنا بيسكن فينا الروح القدس بيسكن فينا ويحل فينا لكن مش إحنا إحنا مش إليها إحنا بشر سر الله أن يتحب بينا وما زلنا بشر وصنظل إلى أبد الأبدين بشر لكن هو لما حل فيه كل الملء اللي هو الألوهية نفسها اللي هو الجوهر الله اللي هو ذات الله اللي هو ذات الكيان الإلهي ذاته لما حل فيه هو وجد مكانه في بيته ده الكلمة اللي استخدمها يحل فبالتالي من هو المسيح ده هو الله كله يعني إذا ممكن أقتبس الآية وتوضح لنا إياها أكتر لأن فيه يحل كل ملء اللهوت جسديا جسديا وأنتم مملؤون فيه فيه يعني إذا ممكن توضح الفكرة وبالتالي لأنه ليه لأنه برضو برضو انتشار الغنوسية في وسط الكنيسة صارت تعلمهم أن كلمة الله غير كافية والمسيح غير كافي إذن إنتوا يلي أمنتوا بالمسيح محتاجين لنا كوسطاء لكي تصلوا إلى المعرفة الكاملة لكي تصلوا إلى وضع الكمال فقالنا المسيح كافي تماما لأن إحنا صرنا مملؤين فيه للدرجة استخدم نفس الكلمة بليروما اللي هي بتاعت كل المل استخدمها عننا أي إحنا أي أن إحنا لسنا في احتياج إلى أي شيء أخر غير المسيح فلسنا في احتياج إلى أي وساطة غنوسية أو بشرية يكفي لنا المسيح 100% وأنتم مملؤون فيه تمم الأكو خلاص تمم الأكو فبالتالي لأنه بيحمي الكنيسة من أنها تنصاق وراء فلسفة فتبتعد عن المسيح لأن هدف الشيطان من الفلسفة الغنوسية قر الكنيسة بعيدة عن المسيح يعني الكتاب أو يقول الكتاب هلك شعبي لعدم المعرفة نعم فيمكن الغنوسيين بحبوا يستخدموا هاي الآية بس بالحقيقة هي ضدهم لأنه الجهل خطية نعم يعني كل إنسان مطلوب أو مطالب أنه يبحث ويعرف الحق يعرف الحقيقة وهون خلينا نأخذ الموضوع يعني بالشكل العملي أكتر يعني بعد هذا الشرح يعني عن صورة الله الغير منظور وحكيت الفكرة الغنوسية اللي حاربها بولوس وأدركنا أنه المسيح أو السمو المسيح هو مرتفع متقدم على كل شيء فهذا إحنا وهو رأس الجسد كمؤمنين إيه إحنا إصدورنا دورنا الاستمرار في الشركة العميقة معه فقط من خلال كلمة الله ومن خلال التعليم فقط من كلمة الله ودورنا أن إحنا نحضر من كل ما يبعدنا عن كلمة الله وعش كده الرسول بوليس فصحة 2 بعد ما اتكلم فصحة واحدة عن عظمة شخص المسيح وكفايته لأن فيه هو الله نفسه هو صورة الله غير المنزور هو البكر هو من له السيادة على كل الخليقة وهو مش درجة أقل وهو رأس الجسد الكنيسة وهو بكر من الأموات أي له السيادة في وسط الخليقة الجديدة وفيه يحل كل المل وبيه الله عمل المصالحة والغفران إذن بدأ صحة 2 يحذر إحذري يا كنيسة رقم 1 رقم واحد إحذري من الفلسفة أصحاح كولوسي 2 من عدد 8 انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وهنا كان مزيد من الخطورة لماذا؟ لأنه بدأ يحصل هجوم مزدوج ليس فقط من الغنوسية لكن من اليهودية نعم فطبعا لما يكون فلسفة غنوسية على خليط يهودي دعاة التهويد دعاة التهويد المهودين نعم نعم عاوزين نحط أعماء أعباء النموس والتقاليد وكلها على كاهل الناس نعم اتفعنا فده أول تحذير للكنيسة ليه؟ لأن الكنيسة كالجسد جسدي مش محتاج غير رأسي تخيل لو جسدي ابتعد عن رأسي دي كارثة ميت نعم ميت لو عروس ابتعدت عن عريسها دي خيانة كسر عهد كسر عهد عشان كده رقم واحد بيحذر من الفلسفة وعشان كده حسب أركان العالم وليس حسب المسيح فأنه فيه يحل كل من الهود جسدين وأنتم مملؤون أنت لا محتاج فلسفة ولا تقليد ناس ولا أركان العالم أنا فقط احتجت المسيح في بداية حياتي للخلاص ومحتاج المسيح في تكملة كل حياتي على الأرض ومحتاج المسيح في المستقبل عندما يأتي يأخذنا للمجد فأنا لست في حاجة إلى أي أحد غير المسيح ويكونون متعلمين من الله من الله تاني تحذير حذرهم من صراحة من عدد 16 من سيطرة الناس لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة تعيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة وأما الجسد في المسيح أي وإحنا في الستوديو هنا يا أسيس أنا لما بحط إيدي كده في ظل نعم في ظل هذا الظل العهد القديم كله هو الظل الذي صنع هذا الظل هو المسيح هو الحقيقة فبيقول لهم فبيقول لهم أنه المسيح هو الحقيقة فإذن لستوا محتاج للظلال فلا يحكم عليكم أحد اللي هي كل تعليم النموس لكن الضل إلى أن يأتي المسيح إلى أن أتى المسيح لست في احتياج للرجوع إلى اليهودية احنا وصلنا إلى الكمال نعم في المسيح عش كده تحذيرات بعد كده بدأ يتكلم عن الناس دول هيخدوكوا ليخسركم أحد الجعالة راغبا في التوضع وعبادة الملائكة أي عبادة الوسطاء بدأ يشير مرة تاني إلى الغنوسية الوسطاء لأن الغنوسين بدأوا يتكلموا عن الملائكة باعتبارهم موسطاء بين الله والناس إذن المسيح غير كافي فكده بيخسركم الجعالة بيخسركم الجعالة عش كده تحذيرات كلها عن لا لا تبتعد عن المسيح لسببين لسببين السبب الأول أن عمل المصالحة تم بالمسيح السبب التاني غفران الخطايا تم بالمسيح وبالتالي كل وضعنا الحالي بسبب كمال عمل المسيح فلا أحتاج إلى أي عمل آخر يزيدني كمالا قدما الله وبعد إذنك يعني في آية 19 وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله نعم كل شيء نرجع لفكرة المتماسك الجسد في الرأس نعم عش كده دايما بقول تخيل جسدي مبتعد عن الرأس وده اللي بيحصل لأي مسيحي حتى بعد ما جاء للمسيح وتولد من جديد لو أحمل العلاقة اللي هي ما تسمى الشركة بقى الشركة عش كده بيقول لهم في أصحاح 2 و 3 بما أن أنت انتقلت من الخليقة القديمة إلى الجديدة لأن الله نقل في الأصحاح الأولاني يقول كلمة خطيرة أسيس الذي نقلنا من سلطان الظلم إلى ملكوت ابن محبتي ابن محبتي نقلنا استخدام في الأصل الكلمة اللي بيقولها زمان كل ملك بعد ما يحزم مملكة مش يهزمهم ويتركهم لا يهزمهم وينقلهم زي مثلا في السبي نبو خزنصر لما حزم المملكة الجنوبية نقلهم إلى بابل نعم السبي بتاع المملكة الشمالية السبي الأشوري بعد ما سبد مملكة الشمالية راح نقلهم إلى أشور لا وجاب ناس مكانهم صح فكان زمان الملوك يعملوا كده فاستخدم نفس الكلمة أنه نقلنا طب نقلنا إزاي عمل حاجة مهولة صلبنا معاه فموتنا معاه فدفننا معاه فانتهت علاقتنا تماما بالقديم يوم الجمعة صرنا جديد يوم الأحد أحيانا معه أقامنا معه وهنا بيقول لهم إن كنتم قد كنتم مع المسيح إن كنتم قد انتقلتم من الدائرة القديمة إلى الدائرة الجديدة إن كنتم قد انتقلتم من الأرضية إلى السماوية إذا كنتم انتقلتم من آدم إلى المسيح إذا كنتم انتقلتم من تحت سيادة الخطيئة والموت إلى دائرة الحياة والحرية فلماذا كأنكم عايشون في العالم بدأ يوبخ تفرض عليكم فراد إيه اللي بتعملوا ده هذا حلال وهذا حرام وهذا كيعني بالصبت وبالتالي بدأ يقول له بقى قمت مع المسيح أطلب مفوق حيث مين حيث المسيح جالس عن يمين الله ده احتياجك احتياجي الآن إلى المسيح في المند أخ سامح خلينا أسأل بطريقة تانية أنت عارف يعني أنا إلي سنين أول وأقدم برنامج تقريبا في العالم برنامج مسيحي مجدا للرب مجدا للرب أكثر من 39 سنة في الميديا المسيحية وبالنسبة إلي أي ديانة غير مسيحية مردود عليها معناش مشكلة يعني مع أي الديانات الأخرى نعم أو الهرطقات أو البدع كلها مردود عليها معناش مشكلة يعني نعم بس المشكلة في هالأيام إحنا منا منا المسيحيين يعني اليوم لما أنت بتقلل من أهمية الكلمة نعم يعني أنا دائما بركز الكتاب المقدس هو كلمة الله لما بيجي واحد بيبتدي يشكك بالكلمة ويشكك في القصة نعم ويشكك في الميلاد العذراوي ويشكك في هذا الأمر نعم بيبتدي يعمل زي نوع من البتر وهيك السامريين على فكرة ابتدأوا يبتروا الكتاب المقدس إحنا بس من آمن في الطورة نعم أو الصدقيين كانوا بيآمنوا بس بأصفار موسى الخمسة نعم وبدون كل الكتاب نعم فهون بيبتدي الخطورة التساهل وطبعا يعني الانزلاق الكامل في الحفرة وإحنا مجدارين نعم هذا الخطر حذر منه الكتاب وحذر منه الرسل وبدأ هذا الخطر من في العهد القديم حذره منه الأنبياء وفي العهد الجديد الرسول بوريس حذر أقوى كنيسة كنيسة أفاسوس نعم وفيها أقوى قادة روحيين شافهم العالم أساقفة أفاسوس نعم اللي هي الكنيسة التي نودي فيها بأسمى الحقائق المسيحية حقائق الدعوة السموية واتحاد المسيح مرة واحد من الشراح المعتبرين معلمة كلمة الله أتكلم مع الدعوة السموية قال الأب عايز أبناء والإبنة عايز عروسة وروحي كدس عاي السكن مش بس خلاص وغفران خطايا لا الاتحاد بالله فدي الكنيسة التي نودي فيها بأعلى الحقائق في قوة المحبة الأولى لأن في وقت كتابة أفاسوس رسالة أفاسوس كتستل الكنيسة في قوة المحبة الأولى مش زي أيام يوحنى الحبيب لما كتب في سفر الرؤية على أفاسوس عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى وبالرغم من أنهم أعلى تعليم وعمق روحي وقوة المحبة الأولى الرسول بوريس حذرهم احترذوا لأنفسكم وللرعية لسببين بعد خروجي هيجي ذأب خطفة ده هيجي من الخارج لكن المؤلم أكثر منكم أنتم يقوم أناس يتكلمون أصقفة أفاسوس سيلتو آه منكم أنتم يقوم أناس يتكلموا بأمور ملتوية ليكتذبوا التلميذ وراءه الكراسي والسلطة نعم وصراعات السلطة مع أنه لما كتب لكنيسة أفاسوس عم يتكلم عن الوصول إلى قامة ملء الله نعم وإلى قامة ملء المسيح وإلى الامتلاء بالروح القدس مجدن الرب دي كنيسة عشد البليروما الملء اللي احنا بنحكي عنه في كولوسي ولكن مجرد أنك تتساهل بيبتدي الانهيار نعم ويبدأ الانهيار من قادة وهنا الخطورة لكل الأحباء المسؤولين عن عمل الله في وسط كل كنائس الله مع مكان التواقف التساهل التدريجي مع الكلمة الانزلاق التدريجي بعيدا عن الكلمة لذلك يجب أن نتنبه أكثر والمصايرة وإرضاء الناس والتجتذب الناس والشعبية واللايكس اليوم يعني جنون العظمة في موضوع الفيسبوك يعني كله عاوز جمهور وعاوز لايكس نعم وعن يعني بيخرجوا حتى عن الطريق لأنه بدهن يجتذبوا الناس مجرد السعي وراء العظمة ده سقوط وسعي وراء اللايكس ده سقوط لأنه ده مبدأ عالمي مبدأ عالمي خالف أخ سامح معاكد إيه أو نص إحنا حكينا عن المسيح وصورة الله الغير منظور إيه عاوز تختملنا بالرسالة في هذا الوقت أختم بما قاله بوليس في كلوسي 3 فإن كنتم قد قمتم مع المسيح أي إن كنتم قد انتقلتم من الدائرة القديمة إلى الدائرة الجديدة فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض ولنستطيع أن نهتم بما فوق إلا من خلال الكلمة المقدسة وعمل الروح القدس والحرص على علاقاتنا الشخصية الفردية في المغدع وعلاقاتنا بإخوتنا في كنيسة الله مع المؤمنين الآخرين ولا السيامة لازينا تبعونا الرب من قلب النقي والتمسك الشديد بالكلمة لتسكن فيكم قال لهم كده لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم معلمون ومنذرون بعضكم بعضا في كل حكمة معلمون بعضكم بعضا أقول لإخواتي اللي قالوا بولس في كلوسي واحد لابد أن ننادي بكلمة الله آخر آية في كلوسي واحد الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح ولا يمكن الكمال بعيدا عن المسيح المسيح واحد آمين مجدا للرب مجدا للرب شكرا كتير أخ سامح وإن شاء الله حابين نشوفك أكتر معنا أخ سامح دعوه مفتوحة ربنا يباركك ويبارك خدمتك شكرا إخوتي وأخواتي الموضوع اللي حكى فيه موضوع مهم جدا وأنا عم أشوفه اليوم بتكرر في هذه الأيام في صور مختلفة وكل الموضوع على فكرة لما منتكلم عن ولادة المسيح ما فيش مشكلة منتكلم عن حياة المسيح الأخلاقية الكامل ما فيش مشكلة منتكلم عن تعليم المسيح ما فيش مشكلة منتكلم عن معجزات المسيح الخارقة ما فيش مشكلة منتكلم عن كل هذه الأساسيات ما فيش مشكلة ولكن بحال ما بنتكلم عن الغرض اللي جاء من أجله يسوع هو الموت على الصليب والقيامة من الأموات فالجحيم تفتح فاها ويبتدأ الحرب والمقاومة بكل دراسة بكل شراسة ويريدوا أن يضعفوا من هوية المسيح إن المسيح جاء في الجسد بس ما هواش الله وإلا كيف الله بيجوع وبيعتش وبيصلي على الصليب إلهي إلهي لماذا تركت؟ كل هاي الأسئلة اللي بنسمعها دايماً وبتتكرر ومنجاوب عليها وبرجعوا بيسألوا لأنه مش عاوزين يدرسوا أو يعرفوا الحقيقة أكثر اللي عاوز أقوله أحبائي نحن نؤمن الكتاب المقدس هو كلمة الله نحن نؤمن أن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص نحن نؤمن ليس بأحد غيره الخلاص يسوع جاء مات على الصليب قام حتى يعطيك التبرير ويعطيك غفران الخطايا وعاوز ينقلك من الظلم إلى النور ويكتب اسمك في سفر الحياة شو رأيك اليوم تختار الحياة مع يسوع المسيح اشتركوا في القناة